شوت أول هادئ وتعادل سلبي بين الأهل والجونة بدون أهداف نروح لفاصل ونريح نتكلم سريعا مع نجومنا الكبار عن أحداث الشوت الأول أرجوكم انتظرونا نراحب بكم مرة تانية يا عزيزي المشاهدين كابتنا علاء شوت هادي جدا وأعتقد نتيجة طبيعية جدا لأحداث الشوت الأول شوت هادي لدرجة الملل شوت ممتل نفوش حاجة خالص ما عرفش ليه الأداء ضعيف وهادي جدا من ناحية النادي الأهل يعني الجونة الموضوع بالنسبة لها هايل هو عايز كده عايز الأداء وعايز الرتم ده هادي جده لكن لا لازم تفريط ما أسرع من كده لازم يبقى عندنا يعني نزع هجومية وشراصة شوية في اللعب الكلام لكل يعني الوحيد يتحس ان عنده شراسة في لعبه هو ديانج بس غير كده مفيش حد بيحاول أو مش بيحاول أيام تحس كده بيحاول بقلب عايز 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 يلعب عايز يبقى فيه سرعة شوية في الأداية عايز يكسب دور على الأهداف يعني مش ممكن شوت أول كله أيما انت عندك فرصة واحدة بس على الحرس المرمى يعني نسبة ضعيفة جدا أتمنى الشوت تاني يبقى أقوى من كده بإذن الله إن شاء الله كانت مسامة يمكن زي ما قالي كانت نالقى الشوت ما فيهوش فرصة حقيقية من الفرقتين هي فرصة وحيدة للشريف بداية من براء وبعد كده ما فيش أي حاجة من الفرقتين مظبوط الشوت هادي جدا 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 من الفرقتين النادي الأهلي بيسيطر أكتر يعني حتى فرقة الجونة ما فيش حاجة معينة بتتعامل ما فيش خطورة خالص على الشناوي سهل يتلعب عليهم لكن طبعا في حالة أكتر من لعب واضح أنه حتى كمية الجاري مش موجودة كمية الجاري بس والحركة مش هنقول أداء عالي فأنا شايف أنه لازم يحصل تغييرات من وجهة نظرة في البداية على طول زي المطشي اللي بات مين ينزل؟ يعني ممكن كهرباء مثلا يطلع ينزل صلاح محسن أو طاهر يعملوا حركة شوية ممكن برضو يعني بيكم والشاحات بيكم ممكن شوية وينزل هاني أو ينزل على طول هاني من البداية لازم ينزل ناس تعمل حركة شوية وكمية جاري يعني مش ممكن يبقى ديانج وأكرم توفيق تقريبا اللي عندهم بيقوحوا في جاري والباقي كله الرتم قليل قوي 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 فلازم يحصل تنشيط على طول من بداية الشوت لازم كابن عادل وزي ما قال الكابتن والسامة وكابن عادل الجونة حابب رتم الماتش يمشي كده أكيد طبعا ولكن هل هيبتدي يطمع في الماتش؟ لا مش هل يطمع ده هو هيفضل على كده على حسب ما يشوفك انت ينزل شوت التاني هيقفل زي ما هو وبيشتغل وحيشوفك انت لو عدم الإسرار اللي موجود عندك في الشوت الأولاني لو استمر ممكن يطمع لازم يبقى عندك إسرار لازم يبقى فيه تغييرات وأنا أفتكر أن من أكتر حاجات المفتقدة لنادي الأهلي قفشة في الوقت الحالي في الشوت ده أتمنى أن هو يبدأ الشوت التاني لأن قفشة بيوزع كويس وبيلعب لمحمد شريف حاجات طولية كويسة أوي الحاجة التانية تحس أن فيه إجهاد من الناس ما بيلعبوش لكن فيه إجهاد بزاي ما تعرفش يعني وهي دي برضو يعني علامة استفهام شوية وإصابة سعد سمير فلازم اللعيبة دي لازم يبقى عندهم إسرار أكتر من كده مش عايزين الوقت ياخدنا لأن الوقت لو خدك الجونة هيعلى روحها قوي وإنت روحك تنزل شوية فعلشان كده لازم تستغيل الشوت التاني من البداية ضغط ولازم يبقى فيه تغييره على الأقل أفشة هيعمل وضع كويس وهو طهر محمد طهر كابم بلال شوت هادي جدا وده اللي عايزه جونة إيه المفروض يعمله مستر مسماني من بدأة الشوت التاني من البداية هكيد طبعا يعني الاهداف مختلفة بالنسبة لفرقتين يعني الاهداف بالنسبة للجونة هو بنسبة له الماتش كده رايح في اتجاه الصحيح بالنسبة له إنه وقاتل الماتش رتمن المباراة هادي فده بالنسبة للجونة ده شيء جيد جدا عايز يوصل بك لاقصى مدى من الوقت لان كل من الوقت بيعدي ضغوطات على النادي الاهلي انت لا عايز تكسف فبالتالي انت اللي تفتح مساحية فهو عايز يشتغل على حتة ان انت توصل الاخر تلت ساعة ما تسجلش هداف فبالتالي تفتح المساحة هو يقدر يشتغل على الهجمات المرتدة السريعة هو من بداية المطش هو بيشتغل على كده هو بلعب الكرات الطويلة عايز بيعتمد على سرعة الاتنين اللي موجودين في الخط الامامي سواء الشبراوي او دريسون ب واحد فيهم بحيث انه يلاقي فرصة لهجمة مرتدة سريعة يقدر يعمل منها خطورة النادي اللي اقلي الشيطة التاني مطلوب من اتنين اللي تحت الفرودة كهرباء واحسين الشحات ان لم يتم تغييرهم وانا برجح ان يبقى فيه تغييرتين يعني تغييرتين يعني الشحات النهاردة يعني اداء وقال من المبارات اللي فاتت كهرباء اداء وقال من مبارات اللي فاتت لازم يستغلوا حتة ان انت جونة النهاردة بتقافل في القلب وفتح لك الاطراف الملع يعني النهاردة وضع طبيعي ان كه يروح واحد ضد واحد فيه كورات كتيرة جدا تغييرتين الكهرباء هو فاضي فرد يستلم ويبص بشكل كويس ويدور على اللعيب الفاضي في التمنتاشر ويشتغل عليه كورات عرضية لازم الاهل يستغل اطراف الملعب بشكل كويس لازم يبقى فيه تكملة كمان من الاتنين الترفين احمد نبيل كوكا واحمد بيكا مش معقول انت بتعمل كروز من من نص الملعب لازم تكمل تشتغل اتنين على واحد ايه الاوراق اللي ممكن نشوفها الشهر التالي فيه مجدي افشا وفيه طاهر محمد طاه وانا من رأيي طالما الجونة بلعب بالشكل ده يبقى نكتافي بديانج في نص الملعب ويطلع ويطلع اكرم توفيه او يلعب بقى كرايته هو لو احمد بيكا مش قادر يكمل في الحتة الهجومية دي لان اكرم توفي المبارأ اللي فاتت قدر ان هو يصنع هدف هدف الفوز للنادي الاهلي وهو بيكمل في الحتة دي بشكل كويس فممكن تلعب اربعة واحد اربعة واحد او اربعة واحد او اربعة واحد ثلاثة اتنين وبدأ سيستم النادي الاهلي الشوت التاني عشان تقدر تضغط فريل جونة الشوت التاني ان شاء الله باذن الله كل التوفيق النادي الاهلي الشوت التاني ان شاء الله فاصل ونرجع لحضراتكم مرة اخرى بعد نهاية المبارأة ارجوكم انتظرونا